اسم الدرس التقييم التكاثر والنمو الموضوع التقييم المفاهيم التكاثر الزهري عند النبات التكاثر عند الحيوانات البيوضة التكاثر عند الحيوانات الولودة السند تمددت مي على فراشها وفتحت موسوعتها العلمية وبدأت تتفرج على الصور الملونة للحيوانات بانتباه شديد هذه مجموعة لبعض الحيوانات التي شاهدتها مي في الموسوعة ومعها عنصر دخيل أشطبه حيوانات بيوضة ذفضعة حمامة إوزة نعامة عصفور دولفين ثعبان حلزون سمكة الإجابة العنصر الدخيل هو الدولفين لأنه ينتمي إلى مجموعة الحيوانات الولودة حيوانات بيوضة ذفضعة حمامة إوزة نعامة عصفور دولفين ثعبان حلزون سمكة رأت مي حيوانا له جناحان ولا ينتمي إلى مجموعة الحيوانات البيوضة بيوضة أبحث عن اسم هذا الحيوان الإجابة جميع الطيور بيوضة ما عدا الخفاش هو حيوان ولود انتقلت مي إلى الصفحة الموالية فوجدتها تزخر بأنواع الحيوانات الأليفة والمتوحشة هذه أسماؤها قطة لبوة كلبة بقرة ناقة فرس أتان تشترك هذه الحيوانات في نمط تكاثرها أذكر هذا النمط الإجابة الإجابة نمط تكاثر هذه الحيوانات هو الحمل والولادة وجدت مي الجملة التالية مكتوبة تحت صورة القطة القط حيوان لبون لماذا اتصفت القطة بتلك الصفة؟ الإجابة اتصفت القطة بالحيوان اللبون لأنها تعتبر من الحيوانات ذات اللبن وصلت مي الإطلاع على ما جاء في الجزء الأول من الموسوعة بكل شغف فوجدت أمامها مجموعة من الحيوانات صحبات صغارها أنسخ الجدول وأصلح الخطأ الحيوان صغيره دجاجة فرخ أتان حوار ظفضع شرغوف معزاء جدي الإجابة الخطأ يكمن في اسم صغير الأتان فهو يسمى جحش والحوار هو صغير الناقة الحيوان صغيره دجاجة فرخ أتان جحش ضفضع شرغوف معزاء جدي انتقلت مي إلى الجزء الثاني من الموسوعة الذي خصصه لعلم النبات وأخذت وأخذت تتأمل ما جاء في الصفحة الأولى فرأت رسما لتطور نمو نبتتين زرعت بذرتيهما في نفس الفترة الزمنية لماذا لم تنمو النبتة في الأصيس الثاني؟ الإجابة سبب عدم نمو النبتة في الأصيس الثاني يعود إما لكون البذرة زرعت يابسة أو أنه لم يتم الاعتناء بها جيداً ولم تتوفر للبذرة العوامل الأساسية التي من شأنها أن تساهم في نموها أرادت مي أن تلخص عملية التكاثر بالنسبة إلى النبتة في المخطط التالي لكنها أخطأت أعيد رسم المخطط وأصلح الخطأ بذرة زهرة نبتة ثمرة الإجابة بذرة نبتة زهرة ثمرة إثر الإطلاع على ما جاء في الجزء الخاص بعلم النبات استخلصت البنت النتائج التالية أقرأها وأصلح الخطأ تظهر نبتة الفول مرة واحدة وتظهر شجرة البرتقال عدة مرات زرعت بذوراً زرعت بذوراً وتحصلت على ثمار دون أن تزهر النبتة حظنت الدجاجة بيض البطة ففقص الإجابة إجابة تزهر نبتة الفول مرة واحدة وتزهر شجرة البرتقال عدة مرات صحيح زرعت بذوراً وتحصلت على ثمار دون أن تزهر النبتة خطأ التصحيح التصحيح زرعت بذوراً فأزهرت النبتة وتحصلت على ثمار حظنت الدجاجة بيض البطة ففقص صحيح ترجمة نانسي قنقر